الدكتور عبدالعزيز بن صغر رئيس مركز الخليج للأبحاث في بعض الأحيان ولعل من يتابع هذا الحوار في بداية ما جرى في غزة من يشاهد الإعلام الغربي البعض بكى لمظلومية الإسرائيليين وهناك من تأثر تأثراً كبيراً بما ينقله الإعلام الغربي كيف يرى الدكتور عبدالعزيز تعامل الإعلام الغربي مع ما جرى لفلسطين لغزة على وجه التحديد وما قامت به حماس كذلك كي نكون منصفين شكراً لك أستاذ حسين أنا اعتقادي أنه في عدة نقاط مهمة النقطة الأولى أنه التساؤل الأساسي اللي في الذهن هل هذا جهل من وسائل الإعلام الغربي أم أنها سياسة موجهة بالتحديد لأنه لا يمكن يكون صحفي متمرس ويشوف ما حدث بعد السابع من أكتوبر وردت الفعل الإسرائيلي اللي حصلت ويظل يصف الفيكتمز وهو المدني الإسرائيلي أما الفلسطيني الذي قتل واستشهد لا يصف بأنه فيكتمز يروح صحفيين إلى مدير البي بي سي ويقدموا احتجاج له إذا يقولوا أنه فرضت علينا مصطلحات معينة تستخدم هل معقولا تستخدم هذه المصطلحات فقط للإسرائيليين ولا تستخدم للفلسطينيين الرئيس الأمريكي يقول وجدت ورأيت أربعين طفل قتلوا وتنشر الواشنطن بوس والنيويوك تايمز والسين ويتراجع البيت الأبيض بعدها ويتراجع بعد كده عن هذا بعد إيش يتراجع بعد ما وصل الإعلام كل العالم أصبحت الصورة الذهنية بنيت بشكل أو بآخر فمع الأسف الشديد معايير مزدوجة معلومات مغلوطة غير صحيحة وتحيز سياسي واضح وهذا شفناه لأنه استطاعوا أن يكسبوا المواقف الدولية بالذات من الناحية الغربية أيضا هناك قصور من جانبنا في وصول الرسالة بلغة غير اللغة العربية باللغة العربية نحن نخاطب أنفسنا ولكن إذا ما وصلنا بلغة أخرى يعني أنا أتذكر أحد السفراء من دول آسيا في يوم اتصل علي قال لي أننا نسمع كلام من عندكم مختلف لأنه ما نفهم العربية نحتاج لغة أخرى لأنه إعلامنا بيأخذ من المصادر الغربية وما يعرض في شاشاتنا وتلفزيوناتنا وفي وسائل إعلامنا هي ما نستقيه من الغرب أنتوا فين عندنا باللغة الأخرى التي يمكن أن تصل فهناك تقصير حصل من جانبنا ولكن غربيا كان هناك تحيز كان هناك توصيف محدد كان هناك استخدام لمصطلحات معينة مع الأسف الشديد جانبة الحقيقة والواقع طيب دكتور عبد العزيز لن نمر سريعا على مسألة التقصير التي تحدثت عنها من الإعلام إذا كنا نملك الإمكانيات نملك الخبراء نملك الصحفيين لدينا وزراء إعلام مرموقون تحييك أيضا للمعالي وزير الإعلام أستاذ سلمان الدوسري وشكرا جزيلا له على التنظيم والأستاذ محمد حارثي كذلك لماذا لا نذهب إلى الآخر ما الذي يمنعنا كي تكون صورة ما يجري في منطقتنا واضحة أنا بس أبغى أقارد لك لما الإسرائيل شعرت أن منصة إكس تويتر في تعاطف عند كثير من المغردين فيها بالقضية الفلسطينية نادت صاحب المرصة واستدعته وخلته يزور إسرائيل والتقاه رئيس الدولة والتقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى يشعروا بأهميته ويحاولوا يستعطفوه ويشعروا يوروه الجانب الآخر من وجهة نظرهم هما مع الأسف لما أسأل سؤال كم محطة عربية عندي ممكن أن تبث بالعبرية قليل ولكن شوف إسرائيل للآي 24 وشوف المحطات الإسرائيلية التي تبث بالعربية حتى تصل إلى الآخر فأيضا أنا ما زلت في خطابي الإعلامي وخاطب نفسي وخاطب مجتمعاتي وخاطب داخلي بالرغم من التحييزات يعني من بعد كام ديفيد شهدنا تحييزات في الإعلام العربي مع وضد من بعد اتفاقية أسلو شهدنا أيضا مع وضد واستخدمت دولة زي إيران موضوع القدس وتهييجه إعلاميا وتجنيد أقصى ما يمكن تجنيده عربيا باسم القضية الفلسطينية وباسم القدس في الحرب العراقية الإيرانية كانوا يعصبوا على رؤوس المقاتلين الطريق للقدس من هنا وأنه إذا عبرت الجبهة العراقية فأنت ستن إلى القدس هذا التجنيد وهذا التجيش وهذا الوضع مع الأسف الشديد لم يكن أنا ما زلت ولاحظ محطات عربية متباينة في وطروحاتها يغرق الصحفي في وصف الحالة التدميرية على الأرض وينسى أن هناك صراع 75 سنة موجود في صلب القضية هو يعطيني وصف دقيق لنوعية المبنى الذي انهد لكنه لا يعطيني الطرح الحقيقي اللي أنا أبغى فيما يتعلق بهذه القضية فأيضا بحاجة إلى تدريب وتأهيل وصول الرؤية السياسية المفاهمة كنت أتمنى يكون في تنسيق عربي بين وسائل الإعلام فيما يطرح وكيف يطرح ومن نخاطب في نهاية المطاف هذا إن باقي وقت سنسأل عنه سعادة السفير يعني تنسيق بين وسائل الإعلام سعادة السفير اسمح لي الدكتور عبد العزيز أتى على نقطة يعني قنوات ناطقة بالعربية ليس فقط إصراعيلي دكتور عبد العزيز تركيا لديها روسيا لديها فرنسا لديها بريطانيا لديها إيران لديها وتضع شعارا يعني كذلك القدس وهنا أسأل الدكتور عبد العزيز أريد أن أبتعد بالسؤال الأخير والذي ستنتهي مع إجابته هذه الندوى يعني عندما نملك ونريد أن نصل إلى الآخر بصوتنا في قضية مثل القضية الفلسطينية أليس من الواجب كذلك على الفلسطينيين مساعدتنا من خلال وحدتهم من خلال عدم تسليمهم القرار لأشخاص ودول تدعي تحرير فلسطين كذلك بالتأكيد بدون وجود مواقف فلسطينية موحدة وبدون وجود الثغرات التي أوجدت للصراعات يعني اختزلت القضية الفلسطينية وموضوع غزة في حماس وحماس قد لا تمثل 5% من سكان غزة فهذا أيضا غير صحيح بالمقابل ولكن تم التركيز على هذا الجزء وعلى الجانب العسكري من حماس فيما يتعلق بموضوعها لأنا أريد أن أعطيك مثال كيف التأثير الخارجي القمة العربية الإسلامية شكلت لجنة مهمة جداً من وزراء خارجية الدول العربية وإسلامية جابوا هذا العالم وراحوا من الصين إلى روسيا إلى أمريكا وإلى كل مكان ما مدى التغطية الإعلامية الموجودة في تلك الدول عن هذا الدور المهم الذي يمثل مجموعة كبيرة من الدول العربية والإسلامية وصل إلى الشارع في تلك الدولة وهذا دليل على أنه إحنا هناك تقصير فيما يتعلق بتعاوننا مع وسائل الإعلام الأخرى الخارجية حتى نوصل الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى في مؤتمر زي هذا أن يكون على الأقل نصفه من الدول الأخرى اللي يكونوا موجودين وليس يعني الغالبية عربية لأنه عربياً نفهم بعض ونفهم قضيانا ونعرف احتياجاتنا لكن إذا ما أستضيف الآخر وأقبل المساحة اللي هو يريد أن يتحاور فيها وأتحاور معه وأقدم رسالتي اللي أنا أبغاها بالإقناع وبالحجج الواهي الصحيح الحقيقية شكراً جزيلاً لكم جميعاً الضيوف الأكارم الضيوف على المملكة العربية السعودية وعلى المنتدى السعودي للإعلام الدكتور سعدن طفلة العجمي وزير الإعلام الكويتي السابق وكذلك أشكر الأستاذ غسان شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط وكذلك أشكر السعادة الأستاذ أحمد رشيد الخطابي الأمير العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية الدكتور عبد العزيز بن سقر رئيس مركز الخليج للأبحاث شكراً جزيلاً لكم